اهلا بحضراتكم من جديد رجعنا لكم بعد الفاصل وهنبدأ مع بعض اول فقراتنا الحوارية واللي هنتكلم فيها عن الدور الكبير اللي بيقدمه جهاز المشروعات الصغيرة في دعمها للشباب ايه هي المساعدات اللي بيقدمها الجهاز للشباب أصحاب المشروعات ازاي بيتم عمل قرد لتنفيذ مشروع يا ترى لو حصل اي تعثر ايه هي الضمانات اللي تخلي الشباب ما يخافش انه هو يقبل على هذا المشروع دور الجهاز في خلق فرص عمل كمان للشباب تفاصيل كتير قوي هنعرفها من ضفنا اللي منوارنا في الستوديو اللي قرر بعد تخرجه من كلية نظم المعلومات انه هو يبدأ فيه مشروع خاص به ومشروع جميل جدا وعلى فكرة بعيد شوية عن شغله وهو مشروع ايجيبت كاربتس سجاجيت طبعا واضفنا هو الاستاذ حسن البروجي اهلا بيك سباعك صباح الوقت اهلا بحضرتك سباع الوقت يعني في البداية حضرتك خريج نظم ومعلومات ولما قررت تعمل مشروع عملت حاجة بعيد تماما عن تخصص اللي درسته يعني ايه اللي خلاك تفكر في حاجة بعيدة عن تخصصك ودرستها ازاي لانه لازم يكون عندك خلفية برضو عن البرودكت او المنتج اللي هتشتغل فيه هو الموضوع ابتدى معي هو موضوع وراسي في الاول ان والدي كان بيشتغل في السجاد اليدوي طبعا انا بعد ما خلصت الكلية ما حبيتش ان انا انتظر الوظيفة انت عارف انتظر الوظيفة في مصر ببقى صعب شوية حاولت ان انا اعمل حاجة بحبها وان ازاي اخرج من الفكر القديم المعروف عن السجاد اليدوي بان انا اقدر اطور وكان عندي حلم ان انا ازاي اخد السجاد بتاعي ده اسافر به بر مصر وازاي الناس تقدر تعرف ان فيه منتج تراثي مصري من السجاد وممكن يناسب الدول اللي حاوليني بره حضرتك من محافظة القاهرة انا من محافظة القاهرة ووالدي من محافظة المنوفية وعشان كده انا انشأت الورشة بتاعتي او المصنع الاولاني في محافظة المنوفية وبعد كده توسعت وبعد كده اقدرنا ان احنا ندرب عدد كبير من السجاد اليدوي في خلال العشر سنين اللي فات والحمد لله رب العالمين ندربنا اكتر من 100 ال 150 سيدة على حرفة السجاد اليدوي والنهاردة هما بيعولوا الاسر بتاعتهم عن طريق الحرفة المشروع بدأ امتى بقى يعني وتفاصيل وكده ايه من الاول بس انا في 2009 ابتدت في دمائي فكرة المشروع ان انا ازاي اعمل سجاد يدوي بطريقة حديثة تناسب البيوت العصرية الموجودة وازاي ما اعملش حاجة تكون مكلفة وتكون يعني اكسبنزف على الناس تكون غالية على الناس عايز اعمل حاجة الناس تنجذب لها ومقبرة الناس تقدر تشتريها تنجذب لها حتى لو من الطبقة المتوسطة او الطبقة العادية انه يقدر يشتري سجادة يدوية لان طبعا السجاد اليدوي معروف واسعاره الغالية وفي نفس الوقت تناسب بيته وتناسب داخله في 2009 طب وايه الصعوبات بقى اللي وجهتك في الاول يعني اكيد موضوع ما مشيش سموذ كده كان فيه شوية صعوبات شوية بسوا في 2009 انا اول ما بدأت المشروع كان موضوع صعب معي ان انا ازاي اسوأ المنتج ده انا هعمل المنتج انا جاي في دمائي فكرة المنتج اعملت منتج سجاد من الجلد الطبيعي طب الناس هتعرف عنه ازاي انا هتخوفين منه وطيط في الاول ان انا طيط انا وثلاثة او اربع افراد عملنا المشروع وطيطين نعمل السجاد وطيطين نسافر للمدن السحليقة والمدن السياحية زي الغرداء وشرم الشيخ وطيطين نعرض السجاد بتاعنا على المحلات اللي تقدر تاخذ مننا وبيع للسياح ان كان السياح عندهم فكرة عن المنتج اليدوي انه يعني بنسبالهم حاجة واو يعني ازاي ازاي شوف منتج اليدوي وشتريت ده في البداية بس طبعا كان عدد القطع اللي منتجها كانت بسيطة اوي وطبعا اللي بيشتري مننا بيشتري مننا عدد بسيط احنا لسه في الاول بقى وابنبتدي وبنقول ياهادي زي وناس بتقول بعد فترة قدرنا انحنا نضرب اكتر من عشر سيدات على الحرفة وابتدوا انهم يساعدونا في الورشة السيدات دي قدرت انها تعملينا انتاج لأ بقى عندنا انتاجة عايزين نكبر عايزين نشتغل فبالتالي بطلعت اتوجه لجهاز سلمية المشروعات جهاز سلمية المشروعات هو بقى اللي ابتدت نوي يقدملي الدعم بالني قدملك الدعم ازاي بقى يعني لما روحت كده ايه اللي حصل بزبط احنا كمان عايزين ننسح باقي الشباب انه لا ما تقلقش يعني لو فيه مشروع معين هيجيلك الدعم فعرفنا كده روحت اخدت خطوات ايه بالزبط والدعم اللي جايلك جايلك ازاي مثلا انا توجهت لجهاز سلمية المشروعات ومحافظة المنوفية وطرحت عليهم فكرة بتاعت المشروع ودلوني ازاي اعمل الاوراق بتاعتي اللي استجيله التجاري للبطاعة الضربية الترخيص وكنت مفكر ان الحاجات دي هتبقى صعبة قوي لأ الحاجات دي ما اخدتش معي 4-5 ايام وخلصتها او يعني دي كانت من ضمن التسهيلات اللي اتقدمتلك انه بيدل لك ازاي تعمل الاوراق دي بيبعتك بجوابات للجهاز ده عشان تخلص الاوراق دي بعدين اصرفوا لي مبلغ 175000 جنيه 2009-2010 والمبلغ ده ما كانش قليل في الفترة دي يعني ان انا برايح لسه جاي جديد كده واقول لهم على مبلغ فيدهوني بالسهولة دي كان دعم كبير ليا وقدرت ان انا اشتري بيه الخامات اللازمة والمعودات اللازمة ليا عشان ابدأ طب ايه الخامات ما كلمناش عن الخامات خدس يعني ياريت لو تعرفنا بقى ايه الخامات اللي بتستخدمها بالزبط هل هي خامة هل هي اكتر يعني عبارة عن ايه والله انا في الفترة الاخيرة بشتغل في اربع انواع من الخامات بشتغل في الخامة اللي هي الحرير اللي بتعمل مانا السجاد الحرير وبشتغل في الاسواف وبشتغل في القطن وبشتغل في الجلود هل فيه خامات تانية غير اللي حضرتك ذكرتها دي بتتعمل بها السجاد انا والله بشتغل في خامات طبيعية وفيه. فيه خامات تانية. بس انا بنشتغل في الخامات الطبيعية. اللي هي بدون سابقات صناعية. طيب ايه تطهير لحضرتك عملته على صناعة السجاد اليدوي التقليدي اللي احنا عارفينه. او اللي كنا دايما لما بيكون فيه تقارير تلفزيونية بتتعرض بنشوف سيدات مصر العظيمات وهم قاعدين على النول. وبيغزلوا السجاد. واحنا عارفين شكل السجاد اليدوي اللي هو المصري اللي بتعمل ده بيبقى شكله ايه. لكن احنا شوفنا حتى على صفحتك دلوقتي على الوصفحة اللي بتتعرض عليه حاجتك في الانستجرام وفيسبوك. انك عامل اشكال مختلفة زي اللي بتطلع من المصانع بالضبط. اه ايه الجديد؟ يعني طوارت ده ازاي? ولا انا لما عرفت ب mangeيدة نا ان انا اقدر اعمل السجاد بتاعي لقيت ان السجاد الحرير تمعن الخماp بتاعت مش متوفرة كتير لني او استراض من بر. اه nós يخشل الخماp المتوفر في مصر نعتقدر نشتغل عليها ونقدر نعمل منها السجادة اللي احنا محتاجينها وتبقى سعرها بسيط فتوجهت ان انا اعمل من السجاد الجلد الطبيعي السجاد من الجلد الطبيعي ده عادة تدوير صديق للبيئة مبنين لنا مدينة كاملة للجلود هنا في مصر اللي هي مدينة الجلود فطبعا ابتدت ايجيب الجلود وبتدن نقطعها بشكل البتشورك البنت بتقدر تتعلم السجادة بطريقة اسهل اللي قدامنا دي ايه جلد ده سجاد من الجلد الطبيعي دي على هيئة سجادة صلاة ودي احنا لسه عاملنا هالسنة اللي فاتت وكنا سافرنا بيها الاردن وعايز اقولك كمية خلصناها في ثلاثة ايام يعني الناس اجبالت عليها واجلنا طلبيات بعدها ايه اكتر خامة بيقبل الناس اشراء عليها في السجادة اللي انت بتنتجه بس في الفترة الاخيرة انا ببيع كميات كبيرة اوه من السجاد الجلد الطبيعي والفارو الفارو معروف لوغرف المنون ده سجاد من الجلد برضو مقس اتنين في تلاتة تيفرش ليفنج وصلور عايز اقولك ان السجادة دي من السجادة المميز قوي احنا النهاردة عملنا السجادة دي بسعر مايجيش خمستاشر او عشرين في المية من سعرها اللي مطروح في الاسواق حتى الاسواق المصرية اللي بتستورد لو حد بيستورد السجادة دي من بره مصر هو بيجيبها برقم مثلا حوالي اتناشر الف جنيه طب انت بتكسف فيها ازاي انا كده كذبان انا كذبان كويس كذبان على الاقل تلاتين ارابعين في المية بس انا تعودت في الفترة الاخيرة ان انا اعمل كميات وبيع كمية اكبر والمكسب احسن بإذن الله طب احنا كمان عرفنا ان انت دربت في الاول عشر سيدات زي ما قلتلنا بس دلوقتي انت مدرب اكتر من مئة سيدة فكلمنا عن الموضوع ده تم ازاي وازاي كنت مقسم وقتك بين ان انت هتدرب سيدات وهجيب خمات وهتسوق هتعمل كده ازاي او عملته ازاي بس او اهم حاجة ان انا كان عندي يعني امل في السيدات الموجودين لان كان فيه مقولة كانت تقول ان حد ما يكبر في السينة ما يعرفش يعمل حاجة يعني انا كنت ضد المقولة دي انا شايف ان اي حد نفسه يعمل حاجة بيعرف يعملها فابتديت ان انا اسافر عن طريق الجهاز او عن طريق المجلس قوم المرأة سافرت اكتر من محافظة ابتديت جمعيات ومؤسسات مصر اتكلمني عن سيدات سواء مطلقات او ارامل عايزين ان هما يمرسوا حرفة او مهنة وفي نفس الوقت استفيدوا منها طب احنا عايزين تعليق على السورة اللي قدامنا دي والله السورة دي كانت السنة اللي قبل اللي فاتت ده في معرض تراثنا التابع الجهاز تنمية المشروعات وكان السيد الرئيس والله يعني تشرف يعني وقف تحتاح المعرض وقابلنا وسألنا عن الاحوال وبتعملوا ايه وتقدروا تعملوا ايه وانا شاف ان هو طب قلت له ايه بقى هل انت من الناس اللي اتكلمت مع فخام دي رئيس؟ اه طبعا فانا قلت له ايه كان ايه سؤاله وانت كان ايه ردك؟ يعني ايه اللي محتاجينه ايه اللي نقدر نعمله لكم والله انا كنت شايف ان اللي يعني اللي بيعمله والمعارض اللي هي بتفتحها عن طريق جهاز سنوية المشروعات ودعمه للحرف الصغيرة ومبادرة تتلفف حرير والمبادرات اللي عاملها للمشروعات الصغيرة لأيام الفاتد دي كانت كافيلة ان هي تفتح لنا ابواب فطلبت منه ان يبقى فيه معارض خارجية بورا مصر اكتر لنعشان نقدر نعرض السجاد بتاعنا لاكتر من دولة تانية طب انا لحظت ان انت بتقول الستات الستات صناعة السجاد ليه دايما صناعة السجاد فعلا مرتبطة بالسيدات فقط؟ ولا ستات مصر يعني اخر جد عامل طبعا طبعا بيعتمد عليهم الرجالة ما عندهمش صبر يعودوا لخياته الرجالة حرفيين او قوي بس السيدات عندهم صبر انها تقعد تشتغل بالتمن ساعات وتقدر ان هي تعمل لك منتج وتقدر انها تطلع فكر جديد وتقدر انها تضف لك يعني حتى لو انت عندك فكر بتضفه لها هي كمان بتزود لك عليه وان شاء الله في الفترة اللي جاية انا وعدكوا ان هي بفيه اكتر من متين سيدة بتعمل سجاد يدوي بيلف على جميع الحال على مبادر تحية لكل ستات مصر العظيمات واللي مش هقول بقى بمية راجل لقى بمية ست ايوه ايوه ده حقيقي عجبتني الجملة دي طيب بما انك لسه بتتكلم معينا عن الطلب اللي طلبته من فخامة الرئيس في المعرض انه يبقى فيه معارض دولية وكده فانت شاركت في معارض دولية بالفعل فكلمنا اكتر عن مشاركتك فيها والاستفادة منها بقى كانت عاملة ازاي والله احنا بدأنا بمهرجان الشيخزية التراسي في 2015 في الامارات وده كان يعني اكبر فرصة لنا ان احنا نتعرف على ثقافات تانية تضف لنا وازاي نعرف الدول التانية ان فيه منتجات تراسية مصرية تقدر ان انت تستفيد بيها وتقدر ان انت تضفها لبيتك وتستمتع بيها واخدت المنتج بتاعي طبعا وستفرنا الامارات وكانت تدور اكتر من 60 يوم وعايز اقولك الناس تقابلتنا استقبال هاي لناك وخلصوا المنتجات بتاعياتنا رغم من المعرض 60 يوم في اول 20 يوم من المعرض وانا استنفذنا الكمية كلها بأمر الله طب وهل بقى الحرف دي او الحرفية دي صديقة للبيئة يعني مثلا تأثيرها بيكون ايه على البيئة بالزبط نشتغل بخامات صديقة للبيئة 100% بدون سبغات بدون اي مواد كيموائية يعني مفيش اي الوان صناعية موجودة عندنا ده الوان ربانية الجلوت دي با الوان ربانية الحرير معروف انه هو معمول من دودت القز يعني حرير طبيعي مية في المية طب واللي مش بيعملوا زيك تأثيرهم بيكون ايه؟ على البيئة من وجهات نظر لا يعني على اولاده في الاول يعني السنتاتيك والبلاستيك طبعا اللي موجود في السجادة بيأثر على الاولاد في الاول يعني الاولاد حتى اللي في البيوت سجادة من الجلد ومن بتوعد لو دس عليها السنين حتى شكلها ما يتغير طب التنظيف بقى لان طبعا لما بيكون فيه اطفال فيه مليون حاجة بتدلق على او السجادة بتوقع معرضة طول اليوم هي تتوسخت بحاجات كتير عبارة لا لا ابسط حاجة وعدة بيه ان هي بس لو جابت حتى شمبوس الجلد ومسحت السجادة نتفت معه هي في مكانها من غير ما حتى تبعتها هي مقسلة طب هي يعني بما ان حضرتك بقى توسعت في المصانع من المحافظة الاساسية بتاعتك المنوفية وتحقيق برضو الاهل المنوفية كلهم وابتديت ان انت تم مصانع في مناطق تانية هل فيه اللي جاي ايه بقى يعني هل حتبتدي تتوسع وبعدين يعني عايزك برضو فيه شباب كتير بيخافوا او يدخلوا في موضوع المشاريع ليه بقى ان بيخافوا يفشلوا ياخدوا قرد ويفشلوا والمشروع يفشل ويعجزوا على ان هم يسدوا القرد ده فيتعرضوا طبعا لمشاكل قانونية كتير النقطة دي مهمة جدا وعايزين يعني تقول ايه يعني طبيعة الموضوع لأ انا عايز اقول لي شباب انا ما تخافش وما تنتظرش الوظيفة 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 يعني هتعطلك لأ انت لو عايز تبدأ بجد ابدأ بمشروع يدوي حرفي وطلع افكارك وعلى الفكرة هتلاقي يعني هتلاقي استقبال كبير لفكرك ده سواء في السوشيال ميديا عندنا في مصر سواء من دعم جهاز تلمية المشروعات او المنظمات الاخرى اللي بتدعم الحرف طب ايه دعم اللي بيقدمه جهاز تلمية المشروعات فيما يخص حتة الامان المادي دي اللي هو ان انت برضو خايف من حتة الحسابات والبيع والشراء وخصوصا كمان ان فيه ازمة اقتصادية عالمية دلوقتي فممكن يكون الشباب شوية متردد ان هو سيد الدعم اصلا متقدم يعني مفيش مفيش ربحية من القرد اللي هو بيدهولك تمام وهو مديلك تسهيلات 6-7 شهور في الاول على ما تريد تسدد القرد تاعتك طرق استادات بقى بالزبط بتكون ازاي يعني مشيتوا الخطوات ازاي يعني احنا استلمنا المبلغ وبعد 6 شهور بتدينا ندفع اول قصة كنا احنا بدأنا المشروع بتاعنا وبتدينا نتربح منه ومفيش فايدة فطبعا مفيش فايدة على المبلغ اللي انت بتاخده او فايدة بسيطة جدا ما تعداش 2% فده مش هتحس بيه لان انت شغال طول ما انت روح بدراست الجدوى بتاعتك لجهاز تلمية المشروعات وهو يدلك هتعمل ايه بالزبط واهم حاجة في الموضوع ان انا لما باجي اصنع او ابدأ مشروع انا عايز اعرف هسوق له ازاي النهاردة جهاز تلمية المشروعات بيوفر لك ازاي تسوق المنتج بتاعك انا بشكل جهاز تلمية المشروعات لان هو قدر يعرفني على المستهلك او العميل اللي يشتري مني السجادة بتاعتي وعلى قد ما انا ضفت للعميل منتج محترم على قد ما هو دفل خبرة لان طبعا العملة المتزوقة اللي حرف اليدوية اللي بجينا المعارض الخاصة بجهاز تلمية المشروعات دي بتبقى ناس عارفة يعني ايه حرف يدوية ومسفرة اكتر من دولة وشايفة الهند بتعمل ايه وتركيا بتعمل ايه والصين بتعمل ايه فلما بييجي وبتكلم معاك بيضفلك هو كمان فكر وبالتالي انا النهاردة عارف تبادوا الخبرات وتبادوا الافكار ماذا الزوق العالمي؟ مم البلد محتاجة ايه؟ محتاجة الوان ايه؟ ايه اللون dart lawmoodla ايه اللي انتهى خلاص معاك وده انا استفدتو مش بسبب الصفر بسبب كمان العملاء اللي بوفرهم للجهاز التلمية المشروعات طب احنا هنا استغل لوبودك معاك تقول لنا بقى ايه المودة دلوقتي في عالم السجاد يعني ايه الالوان اللي طالع مودة؟個 الخمات اللي طالع مودة؟ ايه من خاص انتهى؟ لما هو الناس السندي أنا شاف أنهم كلهم بيعتمدوا على السجاد من الجلد الطبيعي لسببين أول حاجة النهاردة البيوت فيها ألوان موجودة في الستير والفرش بتاع الأنتريات فطبعا مش هينفى عندنا حط ألوان صخبة كمان في الأرض هيبقى ألوان فوق ألوان تحت السجاد الجلد الطبيعي الميزة اللي فيه إنه هو بيهدي معي الألوان أنا خلاص فرشت فوق ألوان زي ما أنا عايز في الأنتري ألوان في الستير بتاعتي ألوان فبعايز أهدي الدنيا دي كلها أعرف أبص فببتدي أفرش في السجاد من الجلد الطبيعي إنه ألوان طبيعي بيكون كلهم تلات أربعة ألوان أوف وايت بيج هفان بوني فبالتالي ده مناسب للبيوت الحديثة تاني حاجة الكليم يبتدينا منه السنة دي بنعمل منه الألوان أوف وايت بقطرة الناس بتاعتمد الألوان أوف وايت في بيوتها سواء في الستير أو الأنتري أو الأرضية وده مناسب للسنة دي يعني إن شاء الله أستاذ حسن البروجي صاحب مشروع إيجيبت كايبت بنشكرك شكراً جزيلاً على وجودك معينا وبنتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله في اللي جاي العافوة فالنوش نورتين وصباحك صباح الورد صباح الخير مشاهدينا خلصة فاكرتنا الأولى فاصل صغير ونرجع لكم بتاني فاكراتنا